مشروع سنايبرز فكرة أطلقها اللاعب الدول السابق بكرة السلة عمر الترك شو أهدافها وأسباب نشوءها وكيف فيك تتواصل لا تحجز مكان لألك لأيت إنه فيه ناقص بالشوتينج يعني فيه لعيبة إليت بلايرز ما عندن هالبرسنتج العالي عن الثري بوينتس بجتني فكرة إنه لازم يمكن نأسس هالناشئين اللي عم بيطلعوا أكتر إنه يحسنوا شوطتون يكسير عندن هالبرسنتج أعلى عن الثري بوينتس أو عن الميد رينج عشان هيك أطلقنا هايدي المبادرة إذا بدك اسمها مشروع سنايبرز ورح عم نأسس إذا بدك لعيبة طالعين لحتى يصيروا باتر شوترز للي بيحب يتواصل أكيد للي بيحب يشارك معنا بمشروع سنايبرز تواصلوا معنا على الإنستجرام عندي على البرسونال أكاونت تبعي رح تستفيدوا كتير رح تكون صيفية فلوف ثري بوينتس فلوف شالنجز أشياء فان بنفس الوقت حننبسط أهمية لجوء الشباب لرياضة وابتعادوا عن الأمور السيئة هي وحدة من أهم الأسباب اللي عم تدفع الأهل إشراكوا أولادهم بهالنشاطات أكيد أكيد يعني السبور انت جنرال بتبعدك عن الأشياء العاطلة تخيل أنت قاعد بقلب بلد يعني فيه فساد كتير فيه أشياء غلط كتير يمكن الجيل الصاعد لازم يعرف أنه الرياضة بتبعده عن هالأشياء والأهل اللي عم بيجوا لعنا كتير عم بيسجلوا أولادهم في كتير لهيدا السبب أثبت عمر الترك بالإضافة لأسامة كبيرة معه أنه العمر هو مجرد رأم وكل شخص قادر يكفي اهتمامه بموهبته مهما كبر بالسم الشباب الصغار اللي عم بيطلعوا اللي عم بيشوفوا اللعيبة لازم يتعلموا كتير قديش بيحافظوا على جسمهم قديش بيحافظوا على ليقتهم كتير مهمة كتير كتير مهمة لحتى توصل اللي هني وصلوا له بدك تضلك محافظ أهمية متابعة موهبتك مع شخص خبرته كبيرة كافيلي بإعطائك السئة اللازمة وتوصلك محل ما أنت بتحب تكون